يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان نايل لايف نهارك سعيد يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا ان شاء الله يوم يكون كده هادي ويعدي بسلام لسه في احداث كتيرة جدا سياسية واجتماعية بتحصل في الشارع المصري بنحاول ان احنا نلحقها اكتر من ان احنا نتابعها نوصلها لكم كل يوم صباح الخير علي صباح الخير يا فادي بصبح على كل مشاهدي نايل لايف وكل مكان الحقيقة انه احداث كتير فعلا بتحصل اخبار كتير بنتفاجئ بيها كل يوم في جديد كل يوم في تصريح مختلف ولكن في الاخر اعتقد اننا كلنا هم نتفق على مصلحة واحدة وهي مصلحة بلدنا الحبيبة مصر صباح الخير يا فادي صباح الخير يا رمي صباح الخير على كل مشاهدي نايل لايف يا رب اسبوع جديد يبقى كله خير على بلدنا رغب ان هو اسبوع هيبتدي ساخن جدا بسبب قرار رفع الحظر عن الامريكيين وتدعيات هذا القرار والبلاغات المقدمة في المستشار عبد المعز ابراهيم خلونا ما نتكلمش عنها خلونا نتكلم عن حلقتنا النهاردة هنتكلم طبعا في الصحافة عن كل تفاصيل الوضع الحالي لكن خلونا نتكلم عن فقراتنا فيه اول فاكرة معينا النهاردة فاكرة خاصة جدا عن المرأة انا عايز اقول ان احنا الشهر ده كله عشان بنسميه شهر المرأة فكل يوم هيكون معينا شخصية نسائية بنتكلم عنها اكيد لها علامات في مجال عملها النهاردة معينا دكتور هودا وصفي رئيس مركز الهناجر للفنون سابقا وطبعا دكتور هودا معروف انها نقلت مركز الفنون من المكان لمكان تاني وحطت فيه مجهود كبير جدا عشان يبقى مركز الهناجر الموجود دلوقتي فهيكون معينا في اول فقرة هيكون معينا كمان حقيقة فقرة مع الشاعر زين العبدين فؤاد وهنتكلم معاه عن دوانه الشهير وش مصر والحقيقة انه كمان هنتكلم عن ذكرى الشاعر وشاعر العامية الاول بيرم التنسي يعني هتكون فقرة خاصة بالشاعر العامي واكيد خاصة بمصر ده غير انها يكون لنا فقرة عن الوقفة الاحتجاجية اللي عملها خريجي التعليم المفتوح من خريجي كلية الحقوق امام نقاط المحامين احتجاجا على عدم الاعتراف بيهم كمحامين وقيدهم في النقابة لمزولة المهنة يكون معينا استاذ محمد الدماطي وكيل اول نقاط المحامين الانتناش معاها في التفاصيل يكون معنا ايتي دايماية خلينا نبتدي بقى بفقرة الصحافة اول فقرة معينا انتبع فيها اهم معنويين الاخبار بساعة الفقر